حد النهاردة كتب على تويتر كده الاكس يعني انه هجماعة انتوا بتتكلموا على مصر انها خرجت وتقولوا منظومة المغرب ومنظومة السنغال ومنظومة غانا ومنظومة كلهم خرجوا ايش معنا احنا يعني الوحشين وهم جمدين هم زينا هم كلهم خرجوا من دور الستاشة ومن دور المجموعات رأيك ايه لا انت المرارة اللي انت حاسس بيها ملاش دعوا بالخروج هيليها دعوا بان انت شايف نفسك ماشي غلط وكل الناس شايف ان انت ماشي غلط حتى ايه انو انت بتكسب في التعادل سوري بتكسب ايه في التعادل وانت بتتعادل انت مبسوط ومش مبسوط فاهم اوز انت حتى بتقعد بتتكلم بطريقة عكس اما كنت في الفين وستة والفين وثمانية والفين وعشرة كان كل واحد بيتكلم بحاجات بازلة في حاجات كلها ايجابية الوقتي انت عارف ان هو هيطلع هتطلع ايمنة بقى دور دور مجموعات هتطلع دور ستلاشة بس انت طالع بقى هتفتكلم ايه عشان ممشي كده بالبارة كفاية هتمشي غالطلع هو بقى اللي انت قلت ده 2006-2008-2010 انا اتصور ان هو ده اللي مبوزنا حياتنا لحد الوقتي اللي هو كان في استثناء في 2006-2008-2010 تصورنا انه ده القاعدة ده حصل بالصدفة تمام فالصدفة دي خليها نقول ايه ما احنا ننفع نكسب كل البطولات بالروح والحماس ويلا نقول يا رب ويلا ندعي ويلا مش عارف ايه مفيش برضو حاجة منظمة انت حتى الحماس بعافية شوية حتى الحماس بيطلع ورح نزعها طويل يعني معندكش تاني مش بتكلم في الماضي يعني بتكلم في الحاجات الطبيعية انت شفت بينيك كونسيستنس يعني استمدارية في جيل في جيل اللي السنة دي مش موجودة انت يوم ما قتلت نفسك في اخر ربع ساعة في مقاطس انت مصر كلها ببصر تتقوي ده انت عريقت شوية يعني ده الطبيعي فانت عارف ان انت طالع معنشان قد نتكلم في الاسباب لان الاسباب معروفة من اول الراجل في الشرع اللي هو ملوش في الكورة اصلا بتده يسمع خلاص فبتده يتعلم لغاية الناس ده ما احيكور بس ايه في جملة مشهورة جدا يقولك ايه معا جماعة احنا لازم نهتم بقطاعات الناشئين احنا بنقولها كلنا بنقولها كده عريضة يعني اللي هو ايه نهتم بقطاعات الناشئين هو يعني ايه نهتم بقطاعات الناشئين لأ انا هرجعلك بس في حتة بتاعت السنغال والمغرب اه الناس دي بالد صح قوي وعمل حالات كويسة في الفترة اللي فاتت انت بالك 11 او 12 سنة وعالتش حاجة اه اللي هما بنوا ازاي فهو عفكرة هما بنوا من تحد خلص ابتدوا يبنوا فوصلوا لبيك فابتدوا ينزلوا خلاص هو ممكن يكون يعني خلاص مش قادر يعمل زي مصر يعني اللي هو ايخد 3 او 4 بعد او 2 او 4 السنغال بكامع السنغال مش فعندهم اساس ممكن يكون تشبه سوقة زيادة لكن انت ولا عندك سوقة زيادة ولا عندك تشبه انت اصلا جعين تاخد بطول ففيه رقش ياسع هو قد قلل نفسك هو قد قلل بقى بكرة الصبح فيه ناس مختفية ما بتتكلمش بقى شوية ايوه هلقول لك بالناس كلها طلقت احنا زي الناس كلها ده بدأت من شوية مش من بكرة الصبح اه ليقول لك يا عم ما تكبروش الموضوع وبعدين فيتوريا يكمل